بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي متابعنا السباك اهلا بكم. النهاردة اه معنا اه حمامين معلقين او مبولة معلقة اه داخل المسجد طبعا كان في خطأ في تأسيسها او في تأسيس المواسر بتاعتها. اه فان شاء الله نعمل لها فكرة النهاردة ان احنا نقدر نعلي مستوى نزول المياه بتاعتها اه من غير التكسير كل اللي بنحتاج بقطة مصورة حديد زي ما احنا شايفين هوا. ممكن نعملها بولي ما فيش مشكلة لكن اه مش هيكون فيها عزم لان طبعا هتنطر بعين على الحيطة شوية معانا. اه الحاجة التانية هتحتاج اه قطعة بسن اه فهتكون مكلفة يعني. فاحنا اه اللي هنعملوا النهاردة ان احنا بقى اقل التكاليف ان احنا نقدر نرفع المياه بتاعتها بقطعة مصورة حديد زي ما احنا شايفين ودي لقمة الوزة نص بوصة عشرين ملي يعني. اه طبعا ممكن لو احنا الدراعة متوفر بنقلوص بالدراعة بيكون اسهل لان طبعا بيكون سهل في شغله عن المفتاح الانجليزي لكن شغل الحديد ده اول ما عادش يعني اه اه ما عادش في شغلك زي الاول يعني الاول كنت تلاقي الدراعة ده متوفر النهاردة طبعا انا موجود عندي على فكرة بس اه عاد بيفوت فطبعا عشان ما يعورش الواحد هو شغال فانت الحاجات دي تبقى فين وفين على ما بتضطر ان انت تعمل سن حديد زي كده فاللعم دي متوفرة يعني ممكن اي حد ان هو يقدر اشتري اللوما دول واحدها من غير البضربيتة كاملة يعني بالشرط ان انا اشتري مضربيتة بحالها لو انا حتى مبتدئ او كده يعني. ممكن اجيب اللوما زي كده او لومتين واحدة نص واحدة تلات تربع دول اللي ممكن نحتاجهم في شغلنا لان في معظم شغل كتير بيكون حديد وسعاد بنسلب من حديد لبولي. اه حبيب المبتدئين يعني. فيكون القطعتين دول مش غالية ان نجيبهم نحطنوهم في العدة معانا. ممكن تلاقي برضو مصورة بي بي سي اللي هي الرصاصي او موسيل الشريف. اه بتاع الزمان دي برضو يقابلك في خط شارع تبعات بلدية او كده. اه فتقدر ان انت تعمل سن حتى لو في البولي برضو. يعني ساعات بتضطر ان انت تتزنق وتحتاج ان انت تعمل سن في المصورة اللي هي البولي او الخضرة. اه ينفع برضو انا ما برجحش لكن الظروف ساعات بتحكم ان انت ما بيكونش مسلا اه مكوت اللحم متوفرة. ان انت تلحم. فممكن ان انت تعمل سن زي كده وتشغلها. بتشتغل عادي برضو ما فيش اي مشكلة خالص. لكن تتأمن كويس وتحط عليها طبعا طفل. احنا بنتطر ان احنا نقلوز السن ده اول. اه لغاية ما يطلع معانا على وش اللقمة. يعني اللقمة ده من الداخل بيكون فيها سنون في الجزء اللي هو العريض او الجزء الخريج ده اول. بيكون اه في سنون حوالي بتاع اتنين سنطي. فبنخلي المصورة توصل معانا لغاية وش اللقمة مبارة بعد كده بنحل العكس بترجع معانا. طبعا الزيت ده مهم جدا ان احنا نحط زيت عشان اه تمشي معانا وما تعدش في المصورة. لانه ممكن قابلك مسورة تكون ضعيفة شوية. فاللقمة دي هتقطم المصورة معاك. يعني هتاكل السن وانت بتقلوز هتقطع السن معاك. ده طبعا مسورة حديد بتاع الزمان تكون محملة جامد معانا. اه بعد كده بنمسح الريش او الزيت اللي هو اه بعد بنعمل السن بتاعنا وهنلف في تفره ان شاء الله. طبعا ارتفاع المواسير ان شاء الله. يعني انا هنعمل قطع حوالي اتناشر ترتاشر سنطي بحيس ان المخرج بتاع المحبس اللي جنب اللي جنب المبولة فمشكلته ان هو يعني جاي جنب منها على طول. فاحنا عايزين نعليها وعندنا برضو حنافية نطرع عن الحيطة هنشوفها ان شاء الله برضو مع بعض. ده الكوع يا جماعة الفرق من الكوع الانفد والحديد. الانفد شايفين عامل ازاي? ده ما بيصديش يا جماعة. عامل زي النحاس. اللي هو له نصمر ده هو. اللي هو له نبيض ده حديد. فده يكون ظاهر معانا. فمش يعني ده يشتغل او ده يشتغل. لكن اه يعني انا بتكلم ان الانف ده طبعا افضل حاجة. يعني كنا زمان تشتغل وتربط عليه عمره ما يطرشع معك في الشغل بتاع تأسيس زمان. النهاردة. اه الحديد ده طبعا ضعيف خالص. يعني لو واحد لسه مش عندهش خلفية او مبتدى لسه وقرص عليه. اه سواء يعني لو هو بيربط مفتاح كبير مثلا تمنتاشر زي ده بيكون عفي فممكن يطرشع معاه. فاحنا نخلنا ايه? لو بنشتغل بشغول حديد زي كده ما نحاولش نقرص عليه جامد في الرباط. عشان انت بتربط حديد على حديد. فايه اللي بيحصل? اه بيسخن مع الرباط في يقوم مطرشع معاك. يفتح معاك. فمش شرط ان احنا نربط كمية السن اللي احنا قلوزناها بحالها الاتنين سنط ان انا ندخلهم كلتهم جوا الكوة. لغاية ما تحس ان تقول معاك في الرباط خلاص. اهم حاجة انت بكون مقامن بس التفل كويس. بعد كده بنقطع. اه طبعا قطع الحديد دوان كزا طريقة. يعني ممكن بمنشار لو سكينة قطعية زي كده متوفرة طبعا عند السكينة بقالها سنين جناكتر من عشرين سنة وهي موجودة عندي طبعا العدة دي الواحد ما بيحفظ عليها بيحتاجها بتسهل عليه كتير. وتقطع اي مسارة انت محتاجها سواء بوصة ونص اتنين بوصة. آآ بتجيب السكينة معاك. طبعا السكينة دي اتنين يعني كبيرة. فبتسهل عليك. انت تشوف بس انت محتاج تقطع فانا مسافة او ممكن بالصاروخ. لو انا برضو العملية يعني آآ يعني الساروخ بطارة حديد. آآ تقطع معاك او بمنشار حدادي او بسكينة زي كده. يعني في كزا طريقة ان احنا نقطع بها المصورة معانا. او عن هي المنشار كنا بنقطع به الاول قبل السكينة ده ما تطلع يمكن السكينة دي ما طلعش من بداية الشغل. كنا بنقطع بالمنشار. النهاردة طبعا آآ بعد كده ابتدت السكينة دي تطلع ان نشتغل بها بتسهل عليك في العطاية او ما بتخدش وقت معاك في الشغل. في سواني بتكون قطعة المصورة بالشك ده هو. لكن انا بفضل المنشار. لان آآ برضو السكينة يا جماعة يعني بتخنق معانا المصورة. طبعا حبيب المتعدين ما عرفوش النقطة دي. ان السكينة بتخنق معانا المصورة. بمعنى انت بتلف السكينة وبتضغط فهي بتعمل آآ بتضغط المصورة من كل اتجاه لان السكينة دي بتلف كده فبكون زينا عليها البلي بتاعها من تحت والسكينة من فوق فبتخنق المصورة شوي. آآ فعشان كده انا بفضل اطع المنشار آآ في الشغل يعني اللي احنا كنا بشتغل فيه اللي هو التأسيس لو انا هعمل شغل حديد وكده. لكن ما يكون مقاس كده ولا مقاسين بنحتاج نعملهم عادي ان احنا نطعب السكينة ما فيش مشكلة لو هي متوفرة يعني. ده اقعد كده المفتاح اول. طب لو انا بقلوز في مسورة مسلا حجمها كبيرة يا جماعة طبعا المفتاح بيكون ضعيف معي. يعني اه معيش مسلا اه دراع مضربية كامل. لان احنا عارفين دراع بيكون قطعتين وبيكون طويل معنا. مسلوب من تلات اربع لنص بوصة بيكون قطعتين فاحنا ممكن نجيب اي قطعة مسورة عندنا تكون مسلا بوصة ونص ولا حاجة مسورة حديد او حتى مسورة علبة. وبنعديها داخل المفتاح بتدي معانا عزم جامد في الشغل لو انا بقلوز في مسورة مسلا بوصة ونص كبيرة ومعنديش ماكن. لان ساعات المواسير اللي هي كبيرة عاديا بيكون في ماكن او الوصة بالكهرباء. يعني بكون ماكنة بالكهرباء يا اللي بتقلوز الكلام ده. لكن ساعات بتضطر ان انت توعف حاجة زي كده. ان انت بحتاج تعمل سن. طيب مش هادر اعمل بالمفتاح. يبقى اشوف اي حتة مسورة طويلة مسلا اه بوصة ونصة والحاجة حديد. اه قديمة حتى ولبسها جوة المفتاح بتطول معايا الدراع معايا. يعني زي ما يكون دراع طويل. عشان يدي عزم معاك اه في الشغل. لان بيكون سنها تقيل وعافية. يعني شايفين حتى النص بوصة ده يعتبر اقل حاجة. الواحد يعني بيضغط بيديل اتنين على ما بتلف معانا اللقمة بتاعت العروزة زي ما احنا شايفين. ده معنا بكون لها اربع اجزاء مضلعين كده احنا بنلف المفتاح عليهم. والحل بيكون سهل. اما ان احنا بحط زيت اجامعة. اما حاجة زيت. نا كنا ساعات بنعمل السن اللي هو في التلات تربع او في البوصة اللي هو داخل الخزان قبل ما يطلع الجلب بسن والحاجات دي كنا بنعمل السن ده اكتر من خمسة ستة سنتي. يعني كنا نربط صامولة حديد عليه. كانش الصامولة النحاس ده طلعت. نربط صامولة حديد بعد ما نعمل السن. وتعدي تخانة الخزان وبنربط صامولة تاني او التفل اللي بنحطه من الداخل. شوف بقى انت بتحتاج مسافة دي للسن بتاع الخزان. النهار ده شغله كله عد بولي وشغل عد سهل خالص. يعني اي حد ان هو يقدر يشتغل لو هو يعني غاوي وفاهم الحياة. حتى لو مش مش فني او مش مبتدة يعني. لان في ناس سعاد بتحب انها تعمل حياة بيديه. وده حياة كويسة ان الواحد يكون مسلا اي حد صاحب منزل يكون عنده العدد دي. انا بيتخش عند ناس والله ما يعني مهندسين والناس ملهمش في اي شغل المعمار ده هو. وللاسف كنت ما شاء الله لقى عندهم جميع العدد موجودة. عشان يورد تلاقيه السلوخ المنشار العد المفاتيح الحياة دي كلها. يقول لك انا احب اعمل الحياة بيدي. وده طبعا حياة كويسة فعلا يعني. ان الواحد يحاول يعمل الحاجة بيديه. احنا هنحتاج في الوصلتين ده اوما هنحتاج اربع كعان لان هنشتغل على التأسيس المدفون. اه لان ده زي ما اتكلمت في مسجد واحنا مش عايزين نكسر في البلاط. احنا ممكن طبعا نعمل شغلة احسن من كده. لكن اه هيكون مكلف وهيكون في خسائر لان انت عشان تشتغل وترفع من الشغل اللي نازل متأسس عليه ده هو انا هتضطر تقطع على الكعان بسن اللي دخل الحيطة اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض. وهترجع تقطع بالسلوخ وتشتغل على اللحام اللي جيوه. طبعا بنجي نقطع لازم انا عايزي صغر المسافة لان اه مش عايزي عليها جامل لان الحيطة اللي انا هشتغل جامل منها فالمسافة دايقة معنا. مش عايزين نعلي يعني في نفس الوقت. فالمقاس صغير. طبعا قبل ما نقطع المقاسة جامعة نقيسي اللقمة. اه عشان ما نرجعشي لازم يكون في مسافة اللي هو من المصورة تخش فيها عشان اقدر اقلوز وما تخش مني في المنقلة او المنجلة يعني او البنك اللي انا بقلوز عليه. طبعا انا بيوبا اه زي ما انتم شايفين في جزء هو في سن مربوط معانا في البنك هو اللي هو اه معمول لسن داخلي اللي هو انا عايز اعمل مقاسات صغيرة. لكن اه المقاس يعني مش يكون صغير جامد معانا. لان ساعدكم لابنحتاج في العمدان والحاجات دي المقاسات بتكون تمانية سنطو وسبعة سنطي. فبيكون المسافة محكومة معاك. فكان بيوبا فيه التجهيز للمكان ده او نربط عليه السن اللي احنا قلوزنا عليه. وبعد كده بنقطع وبنحتاجش غريب ايه مهم بتاع اللقم. طيب لو انا عايز مقاسها كتر يعني اصغر من كده كمان. وساعات بتحصل في السخانات بتاع الميا يا جماعة. يعني في واحد جاي لي من فترة. وبقول لنا عندي السن الدخول والخروج بتاع السخان التاكل. حصل فساد. لان معظمه بيكون حديد. السخانات والفريش والحاجات دي الوصلتين اللي انت بتربط على الم الوصل او قطعتين المواسير اللي دخلين السخان بيكونوا حديد. فساعات بيحصل فوم تآكل. طيب تجي طعال وضع او تعمل فاسن اه بتلاقي المسافة قصيرة معاك. طيب ممكن نعمل نجيب لهم زي كده يا جماعة ونقطعها بالساروخ. الجزء اللي احنا كنا بنربط منه بالمفتاح الانجليزي ده اول نسيب الجزء اللي فيه السن بس اللي هو هيقلوز معي. يعني بحتاج حوالي تلاتة سنطية او اربعة سنطة من اللقم. بحيث ان انا اقدر اساوي السن اللي في السخان اللي بايز عندي ده او بمشارة او بساروخ. وتكون حجم اللقم معايا صغيرة اقدر اقلوز القطعة الصغيرة اللي فضل. عشان كده انا برجح يا جماعة اي حد يجيب سخان ان هو اول ما ركابه هو جديد سيجيب عولتين نحاس يركابهم على الوصلتين دول. عشان يتلاشى حكاية الصدى. تمام? وغير كده ان ما بتربط الوصلة اه مع المصورة الحديد ده على طول بيتجمع معانا صدى. لكن اما يكون عندي عولا نحاس وباربط على وصلة كويسة مش هتجمع لصدى. وناس كتير متاخدش بالها من النقطة دي نقول لك المية بتاع السخان ضعيفة والمية نزلة ضعيفة من السخان وبكون هو ده السبب ان هو مجمع رواسب او مجمع صدى معانا. كده احنا خلصناهم هما وعملنا لهم سن من ناحيتين. طبعا ربط آآ كعين بس هنحتاج طبعا نبلين معانا. آآ جمعت الكعين والكعين التانيين طبعا مش هنفع تجمعه هنا عشان هيتجمعه معانا على الحيطة ان شاء الله معانا على طول. اما مسير محملة ما شاء الله يعني بتقلوس فيها بعد ما بتقلوس بيكون فيها سن آآ كويس جدا يعني بتحمل معاك اي حاجة معانا. ده معانا المسج ده يا جماعة طبعا اول حاجة بنقفل محبس عشان احنا طبعا هنحل آآ بوصل معانا. فلازم نقفل المحبس اللي هو بيغز معانا الحمامات او بيغز الميدا معانا. فين طبعا منظر يا جماعة يعني اللي هو اسس الشغل او اللي عمل الشغل ده المفروض كان رفع الوصلة دي شوية الفوق وكان مسلا آآ حتى تركيب الحمام معانا المفروض ان هو كان يعني ايجاب شوية بحيس ان هو يكون متسنطر وصاد المحبس. النازل بنقض بقى لنا حبيب المبتدين من النوع الدين. ان انا ما اجي اقسل شغل آآ مهم جدا المأسات والوزنات عشان لما اجي اقفل شغل بعد كده ابا مرتاح ما يعانيش بالمنظر ده. طبعا احنا كنا عاملين الوصلة ديا آآ معصورة ومتنية كده. ضعفة المياة. الحاجة التانية بتيجي تغير المحبس بيكون في صعوبة برضو. طبعا احنا هنحل وهنشتغل ان شاء الله على طول آآ بنبلو قوع. آآ برضو نقط بنا نجيت احل دلوقتي لقيت العقلة بتحل فندي سنة ارباط عشان المحبس يحل معانا. يعني ممكن تيجي تحل مسلا محبس زي كده تلاقي العقلة بتحل معها على طول. لأ ممكن نجوم الدين سنة ارباط يا جماعة. آآ وتيجي تحل المحبس ثاني ان شاء الله يحل من غير العقلة معاك ومن غير الوصلة اللي جواه. اما انا والكوع مدفون معانا دول وصلتنا هما. او احنا هتكون آآ منحدر معانا. انا هتقود زاوية شوية بحيث ان هي ايه آآ نسنطرها برضو في نص المسافة. آآ ما تكونش ايه آآ مرحلة على جنب زي احنا شايفين. طبعا الوصلة اللي كانت معمولة ديا برضو كانت خنق المية وبتطلع مية برة اثناء الاستخدام. وده طبعا مش كويس. ان شاء الله على النبل زي ما احنا شايفين تفل وهنون نجمع معانا الكوع برضو عليه. بحيث ان احنا نجمع انا مربطوش اول. الكوع اللي هيطلع من الحيطة ده نجمعه الاولى جماعة. ما ينفعش نجمع كله لان اللي هتجي تجمع الوصلة المصورة. آآ على النبل زي ما انت شايف هتخش معاك في المقبولة زي ما احنا شايفين. فهنجمع نجمع النبل والكوع وبعد كده نربط الوصلة بتاعتنا. ان شاء الله مع بعض. طبعا في ناس بيقولك انت بتذكر اسم الله وبتاع انا بسجل في المنزل يا جماعة. الناس كتير بتبعات لما بتاخدش بلعها من النقطة دي. اه انا مبرداش اسجل اسنها الشغل عشان اه لان انا رجل فني رجل سباك. فشغل كلاته في زي ما انتو شايفين. فمنفعش الواحد ايه اه انا بصور الشغل ده اولا وبسجل في المنزل عندي يعني عشان في ناس ما تاخدش بالها فبقولك يا ريت ان انت بسكرش اسم الله في الحمام. عزكم الله. طبعا هنجمع اولا زي ما احنا شايفين الكوع وبعد كده ان شاء الله ايه? هنربط معانا نف تفل على الوصلة وهنربطها معانا. طبعا لو هتلاحظوا ان اني ملفتش الكوع في المستوى اللي انا محتاجه. ليه بقى عشان التمطية تربط حية زي كده? وهتجمع على قطع تانية ممكن الكوع يهوى معاك. يعني ممكن يتحرك معاك فيهوي يحصل فيه اختلال. فهيسرب معاك. لا احنا نحاول ان احنا في النقطة النهاية لازم يعني نخليه بعيدة عن المسافة اللي انا هاجف عندها. بمعنى ان انا الحنا فيها والشال تحت كده. ما اجيش مسلا اخلاها ايه? اخلاها في النص المسافة. في الجام. بحيس اقفل شغلي وابوم خلاص اقفلت الوصلة بتاعتي. ده هنشوفها مع بعض الوقتي. بعد كده اجيب السن اربط دي بباني لو حصل اختلال عندي خلاص بباني جمدت شوية او ربطت سنة كمان هتزبط الدنيا معي. طبعا اه الحمد لله ان النبل جاب معانا طبعا اه لو انا عندي دلوقتي الوصلة دي لو انا الكوع في الحيطة مدفون او ما فيش العولة مش هنعرف نربط الوصلة ده يا جماعة. لان هتحوش معانا في الحيطة. بتوغضين بنا? يعني احنا اه عشان نجمع شغل زي كده لازم تكون المخرج عندي على وش البلاط. اللي انا هشتغل عليه ده هوا في الحيطة او الكوع بسن. اه يكون على وش البلاط. لو هو مدفون بقى اركب واصلة او اركب عوالة بحيس انها يتنطرني بره شوية بحيس انها يربط الوصلة دي في الخارج. وفي ناس بتحب تعمل شغول كتير على فكرة في خارج البلاط كده جماعة. انا انا عملت كام شقة تأسيس بولي. وصاحب المنزل يقول لك انا محتاجي الشغول بره بره البلاط. مش عايز انا كسر في البلاط. اهو شفت انا بعد ما جمعت اهو. اه لفنا السنة ده يا جماعة. بنجيب الشوية دول بحيس طبعا انه اللي بصور معاليش شوية بزاوية تحس انها مش عادلة لكن هي عادلة معنا. وبنجيب اي وصلة حزة كده وصلة نشفة. اه دي طبعا اه فكرة بسيطة وسهل ان احنا نقدر اه ما نستخدمش او الميا ما تطلع ليش برا المكان اللي انا باستخدم فيه. بحيس ان انا هقفل اي وصلة دي ما تكون مخرومة عندنا وكده يعني. وبنشغلها ان شاء الله. بنجمع الكويتشة بتاعتها يا لا الكويتشة نصف بوصة يا جماعة هي بنقفلها في الصامورة وهنربطها على سن المحبس. تمام? وبعد كده اه طبعا دي احنا عملنا الشوية ده كله النهار ده عشان ما نكسرش زي ما اتكلمتها يا جماعة نقدر نتصرف ونعالج. لان طبعا الميا ديا عشان تطلع برا والترطش وكده فطبعا مش كويس. حتى الحنفيات اللي في المستخدمة العادية ياريت برضو يكون على وصلة خرطوه. ده طبعا اه اختراع اللي انا كنت عامله حنفية بقالها اكتر من سنة رجبة. اه شايفين طبعا اه اللي كان بيستخدمها بتنزل فبترطش ميا. انت بتستخدم ميا فبترطش ميا مش هينفع. وهي اساسا مجهزة زي الاعدل افرنجي. هي في اخرى من الداخل فما نجمع ميطنا يكون الميا اه نزلة جوه المكان احسن يعني. انا مش عارف اه اسس الشغل ده يعني ما كانش واغط باله. اه المبالا رجبة فيين والمخرج بتاع الميا فيين والمسافة. انا عندي المفروض يكون المسافة عالية. يعني مفروض تكون في مسافة بين المحبس. وبين الدخول الميا بتاع اللي انها محتاجة ان انا استخدمه يعني. طبعا نخلي باننا ساعات بيكون فريشة وهي جماعة. ممكن يكون من التأفيل بتاع الكوع او النبل. فساعات بيطلع راج كده ممكن مخليش السنة وربط معاك. ونخلي باننا منه وراء ان الراج ده بيكون حامي. ممكن يعوّرنا واحنا شغالين. ابقى الحنفية دي اه منتزى جدا وعملية اه انا كنت عاملها وسنها على فكرة بلاستيك. وعملت منها حنفية بسن اه جلبة سن خارجي. سن نحاس بحيس ان احنا يبقى عندنا جزء مضلع في الجلبة نقدر نربط اه كوة ونربط علىها كويس. لان انا اول ما عملت الحنفية دي اه في بعض الناس بيغضوها ويجي ركبوها على الكعان الحديد او الشغل الحديد بتاع الزمان. فبيكون السن مش نضيف. نعارفين في الشغل الحديد بعد فترة بيحصل فيه تآكل في السن بتاع المخرج بتاع الكوة. فممكن يلف معاه على الفاضي او يفوت السن يبوز معاه. لكن على البولي السن بيكون نحاس نضيف بتربط عادي ما فيش مشكلة. فعدلتها طبعا هي بتزيد في السعر شوية عشان انت بتركب لها جلبة بسن زاكر لكن بتكون امتن وحية كويسة يعني. طبعا بكون شغلها صعب الاماكن الزان قدي شوية عشان بتوب محكومة الجدار من ناحية والجزء التاني معانا موجود من ناحية. طبعا نربط ايا معا ما تخافش يا اما حية انني اول ما لاقي الحية اللي حس انها تقلت معايا في الرباط هو اللي بيربط او اللي شغال اه بيحس بالحية اللي هو بيربط فيها. يعني انا في فيديو ان شاء الله هنزله على القناة الجديد اليوم. اه بعض اه الناس واحد جاب حنفية المهم ايه جي قالنا انا عايز مفتاح انجليزي اركب بس الحنفية دي اه قلت له خد المفتاح اولا فراح طبعا اطم الحنفية بدل ما يحل ربط. ربط على الحنفية. اطم الحنفية يجي والحيط. ان شاء الله هنشوفوه اه مع بعض ان شاء الله على القناة الجديد اليوم. شايفين برضو نما جيت اقفل الروباط. ما طلحتش بال فوق. عشان ممكن ايه اربط تهوه معايا جماعة. مدام ان انا هقدر ان انا اربطها واقفلها معايا. وبعد كده اكمل الروباط بتاعي بعد ما نقفل ان شاء الله هو. طبعا عندي محكومة شوية معانا. اه في ناس طبعا هيقول لك المنظر المصورة وخارج الحيطة بتاعي. لا الناس اللي هي فعلا يعني عارفة صحة يقول لك لا اوة كده ما يبقى بره الحيطة قدام منك بيكون الحاجة ظهرة قدامك. لان ده مسجد وعليه استخدام كتير جدا. فاحنا مش عايزين نكسر نفور الحمام عشان نحن نشتغل ونقس الشغل جديد على البولي من الداخل. بقدر الامكان ان احنا من ممكن نربط عدم الكوع جماعة وممكن نربط عدم المصورة ما فيش مشكلة يعني ايه? اه لو هربط من الكوع بيكون عندي شفة مضلعة كده في الكوع اه او الحرف بتاع الخارج بتاعه بيكون محمل نربط منه عادي ما فيش مشكلة. لو المفتاح يعني سنه مش حامي وبيفوت على المصورة لان طبعا اه كنا بنسن المفتاح دي الاول وكان شغل اه ما عادش فيه اهتمام بالشغل الحديد ده جماعة. بعد ما نقفل خلاص نطلحها في المنسوب اللي انا محتاجي وسانطرها في نص المسافة. عشان يكون جامدة معانا. تخيلوا بقى لو هي احنا كنا قفلنا شغلنا في العالي كده مع الرباط بتاع المصورة دي كان لازم يحصل فيها اختلال. لازم تتحرك معاك يبقى تهوي. مدام السن جاء في شمال ويومين سنة بسيطة يتعرف ان هو لازم يتحل ويدي له طفل ام تاني. بعد كده هنقفل ان شاء الله المحبس معانا هو. طبعا المحابس دي انا ما نجي نجيب المحابس ده جامعة نجيب حياة قويسة. بلاش الصيني وبلاش اللي هو النص لفة ده جامعة عشان مش عملي وبيبص بسرعة. انا بقول نصيحة عشان حبيبي اللي معايا المبتدئين يكونوا عارفين ما يجي يشتغل لو غال شوية بس هجيب محبس كل ده محبس يطال يا جامعة. ما يجيب محبس بكون نحاس معايا حتى لو انا حبيت اغير له قلب بعد كده او اغير له كوبشة اقدر اغيرها. لان الصين ما بنفعش في السيانة. هتروح تجيب له كوبشة وقلب. وهو جسم كلاته اساسا تتية. فمش هينفع. هتجيب الكوبشة والقلب النهاردة بتامن المحبس. لا يبقى انا هجيب محبس كويس. اه طالي او محبس اسمارطة او اي نوع او جلد اي محبس من اللي هي تيلة لان حاسب كويسة. بحيث ان هو اه يعيش معاي. طبعا شايفين انا بربط منين بيبكون عندي في معظم المحبس الكويسة بيكون في جوزة مضلعة كده عكس السن اللي انا بربط عليه او عكس السن اللي فيه الاخراج بتاع المية. اه وبنربط عليه الواصل. ده اللي نربط منه يا جماعة. ده بيكون في الاخص في المحبس. اما في الحنفية بيكون الصامراضيا عند الكوع كده في بداية وش المحبس. عشان اه بيكون اه ما نجرحش المحبس او ما بيكون الجزء ده ضعيف شوي. طبعا لو خدنا بنى من الجزء الواصلة التانية ما كانش الواصلة دي دخلة معنا في الفتحة لان الفتحة كانت فيها عوض على شكل بيضاوي فالواصلة ما كانش دخلة معنا او الواصلة كانت او الفتحة دي كانت دايقة شوي. طبعا هنا نزلت معنا المسافة اللي احنا محتاجينها اول. اما حاجة بس محط اي قابتشة نص بوصة او جوان نص بوصة زي الجوان بتاع الخلاط كده في منه نص وفيه تلات التربة. طبعا الواصلة دي اه من زيتها الحلوة ان هي اه واصلة اللي هي الصلب دي واصلة احنا بنسميها واصلة ناشفع واصلة صلب. الواصلة دي جميلة جدا بالاخص في السخانات يا جماعة. السنك بتاعها والعمق الداخلي بتاعها واسع. عشان كده انا بحبها في الشغل نركب حتى على الخروج بتاع السخان. على الناحية الساخن يعني. لكن في بعض الناس آآ الفنيين يعني ما بيحبوش اجيبوها لان الكاوتشة بتاعتها بتكون مش سابتة بتكون متحركة. فساعات بتجيب مية معنا يعني. فبتزقهم في الشغل شوية عشان كده بيفضلوا الواصلة التانية لان الكاوتشة بتكون محكومة جاية مع الواصلة. بعد ما نخلص بنفتح بقى المية ونجرب المية بتاعتنا زي ما احنا شايفين اولا. اولا ما عادش شايفيه بقى لا ترتشط مية بره ولا كده لان المنظر بصراحة الاول ما كانش حلو خالص. ابقى الحنفية اللي انا كنت عاملها ديا او البلاستيك اللي انا مصنحها دي. انا اللي كنت عاملها يعني مصنحها. آآ عامل لها سن في المخرج بتاعها اللي هو الكوع المسلوب تلات تربح في نص ده. بحيس انها تشتغل محبس معنا برضو كان ممكن يركب عليها وصلة لكن آآ كانت هترم برة الحيطة لانها جاب زاوية معانا. شايفينه المية بتقطع ازاي طبعا الهوى ده آآ ان شاء الله برضا عملت حلقة عليه. لان ضغط الدفعات الهوى بيطلع مية من الفتحة فاحنا ايه بنلف على بس حت التفل او حت الشيكرتون بحيس ان هي تحكم معانا الفتحة اللي هي الوصلة دخلة فالبقى يا جماعة. او بالشكل ده كده بحيس ان هي احنا ان شاء الله هنعالج الهوى اللي نزل ده اول. وآآ عرفنا سبب ويهه الحمد لله. وان شاء الله هحاول اسيب لكم اللينك بتاع الهوى دهوان او الفكرة بتاعت ازاي نقدر نمنع الهوى اللي عندنا بما يكون نفتح المية واللاقي في هوى دخل الخلاط او في المية بتيجي متقطعة. هسيب لكم اللينك ان شاء الله اسفل الفيديو ده وبازن الله. يا ريت اول مرة شرفنا ويشوفنا ان هو يشترك ويفعل الجرس عشان يوصال كل فيديوهاتنا ويوصال كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.